لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في أول ظهور طبعاً بعد هذه الانتخابات الجميلة والرائعة نتابع الناس عايزة إيه؟ فترة عصيبة مليانة بتحديات وصعوبات كتير عدت على نادي الزمالك وبدأ عهد جديد لواحد من أهم أعمدة الرياضة المصرية من داخل القلعة البيضاء حبينا ناخد حضراتكم عشان نسأل عشاء نادي الزمالك ونعرف منهم شايفين نادي الزمالك الفترة اللي جاية حيكون فين وبيتمنوا يشوفوه فين وكمان نعرف منهم إيه اللي مستنيينه وإيه اللي بيطلبوه من مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد وهو ده أكيد اللي حنعرفه ونستكشفه مع حضراتكم من خلال التقرير ده خليكم معنا أولا حضرتك بنتمنى لهم التوفيق وبنطلب منهم حاجتين أساسيين الاهتمام بالإنشاءات الداخلية للنادي والحاجات التانية يهتموا بالنادي الجديد إن احنا بنشوف الأندية الأخرى لها فروع وحاجات تانية لكن النادي بتاعنا زي ما حضرتك شايف كده من الداخل نحتاج إعادة تأهيل وفي نفس الوقت محتاج الفروع التانية الإدارة اللي فاتت برغم صعوباتها والكلام ده كله بس كنا شايفين تحسوا دلوقتي يعني الفرقة دي رايحة فين والنادي رايح فين أنا عايز الإدارة الجديدة ديت نشوف حاجة جديدة نشوف فرقة جديدة نشوف الناس أحسن فرقة أحسن المنافسة على البطولات على الدورة على الكاس على الكلام ده كله أنا بتمنى منهم واطلب إنهم حاجتين يعملوهم تجديد للعيبة اللي يعودها تنتهي والنادي اللي في قدس التكتوبة يعني لازم يتعمل في حاجة السنة دي إن شاء الله توقعاتك بقى هما قدها وقدود وقدروا إن شاء الله ينفذوا العقود في جميع الألعاب والصلاة ويعملونا الفرقة بتاع السنة تكتوبة طبعا إحنا عايزين استخراج تام في النادي في كل النواحي النادي طبعا فيه ألعاب كتيرة فيه روتخارم وفيه سلة وفيه فولي فيه ألعاب طبعا كل الألعاب موجودة عايزين دعم كل الفرقة دي بالنسبة لخطاع الناشئين أنا عايز نفسي أقول للمجلس الإدارة إنه هو يركز قوي على خطاع الناشئ دايما النادي الزمالك ده بيتطلع أشبال النادي لازم تعتمد على أشبال النادي إحنا عايزين فكر لأن النادي مورده كثيرة جدا وممكن في خلال فترة زمنية وجيزة ممكن إن الإمج بتاع نادي الزمالك يعود مرة أخرى وتلاقي الناس اللي هتيجي تطالب تطالب أنها تشارك في إحياء نادي الزمالك مرة أخرى بعد سنوات الانكسار العشر سنين للفات والانكسار إلى إن شاء الله سنوات الانتصار بإذن الله اللي إحنا طالبينه إن ممكن يتعمل في جامع هنا ممكن يتعمل في عيادة وعايزين أزخانة لأن طبعا أي حد بيوع هنا ما بنلحقهش بالنسبة للهو القيد فك القيد وكل المشاجل والقضايا الكتيرة اللي على نادي الزمالك فيه الجهات سواء الخارجية أو الداخلية وعايزين مجلس الإدارة يبقى علاقته مع جميع الإدارات في صالح نادي الزمالك مش عايزين نخشك مصالح شخصية ومهاضرات ضد النادي وضد الكيان تبعدنا عن مصلحة النادي الأساسي نفسنا نشوف نادي الزمالك في أحسن سورة لأن إحنا عايشنا كابوس صعب جدا على كل الزمالكاوي وعلى جميع أعضاء عامية ومستنين طبعا الكتير مستنين فرص التكتوبة ومستنين نشوف الزمالك في حتة ثانية بزة فكورة عشان ده مطلب جمهية كل الناس الحاجة اللي بطلبها طبعا أنه أعضاء مجلس إدارة وكلهم ناس يعني ما شاء الله ناس محترمين وناس يعني مثقفين يعني عايزهم على طول يبقوا مع الأعضاء على طول يعني يعرفوا شكوى الأعضاء ده اللي هيطلع النادي الفوق إنما أنت تبقى جافل على نفسك الغرف المغلقة وإنتوا حاسين أنكم أنتوا بتعملوا كل حاجة لوحدكم لا أتمنى الأولا التوفيق للمجلس إدارة الجديد الاهتمام بفريق كورة تدوير الأنشطة شوية الموجودة تزود من النشطات اللي هو النادي وربنا يوفا يعني إن شاء الله ويتقدم في الدوري كمان الله أتمنى أنه يرجع يعني اللي هو يكتسح الكرة تاني تمام وهيرجع أنه ينفس محلياً دايماً يعني دوري بقى أوكاس وأفريكير نوعاً خزينة النادي ترجع تاني تبقى دايماً عمرة بالبطولات يعني أماننا كبير في المجلس إدارة الجديد الاستقرار يعود للنادي الأعضاء كلها تحبوا بعض ما فيش انقسامات ولا عنصرية ولا أجتا وأول حاجة العمالة تاخد حقها وياخد المراطبية في الأمعادها وتنظيم العمالة وبعدين بالنسبة لعب ملعب الكرة عاوزين الميادية يكون فيه مدرجات لأن الجمهوري رجع تاني التدريب عشان اللعبة تحس بيهم عندنا أمل إن شاء الله أن الأحوال تتحسن تبقى كويسة وفريق الكرة القدم ده أهم حاجة يهتموا بشوية ولو فيه تعقودات جديدة يكون أحسن أتمنى يعني يكون فيه بطولات وحاجات زي زمان دي كلها ترجع تاني والنادي يكون زي الأول خالص خالص زي مكان قديم قوي غير بقى زمان الفترات اللي فاتي دي كلها ويكون مجلس الدارة يكون معانا كويس كل حاجة بس بقى أتمنى فيه بطولات وحاجات كتير قوي من كده إن شاء الله يعني أنا كزمالكاوي جدا فأنا متفائل جدا بفكرة وجود مجلس الدارة هو زمالكاوي بنسبة 101% هو هيحس بالجمهور وهيقف هيبقى في صف الجمهور أكتر من أي حاجة تانية طبعا أكيد بتمنى إن هو أول حاجة يبص عليها هي مطلبات الجمهور وإن هو يسمع للجمهور كويس جدا مصطف الشيمي لبرنامج على مسؤوليتي